التقى فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه أعضاء المجلس عيد الروس الزبيدي وعبد الرحمن المحربي وعثمان مجلي في العاصمة المؤقتة عدن هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى والتشاورة المصالحة وعدد من مستشاري رئيس مجلس القيادة وفي مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس أنواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس هيئة التشاورة المصالحة محمد الغيثي طلب فخامة الرئيس من الحاضرين الوقوف الدقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية وكل من دفع حياته ثمن من أجل الحرية والنظام الجمهورية وكل من قضى بأيدي آلة الإرهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالحاضرين في اللقاء التشاوري الذي يأتي بعد قرابة عامين على تشكيل المجلس كحامل وطني جامع للقضية اليمنية في مواجهة مشروع الإمامة واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وجدد فخامة التزامه وإخوانه وأعضاء المجلس بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم وفي مقدمتها للعمل على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا وأعرض رئيس مجلس القدر الرأسي في كلمته تعرض إلى استعرض مجمل الأوضاع وتطورات على الساحة الوطنية والصعوبات والتحديات التي وجه المجلس والحكومة خصوصا مع استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة وما خلفوا ذلك من تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية ونوها رئيس في هذا السياق بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودورهم الفاعل في اتماسك مؤسسات الدولة واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وأعرب فخمته بمناسبة ذكرى عصفة الحزم وتحرير مدينة عدن التي تصادفان هذا الشهر عن التقدير البالغ للدعم السخي من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة وأشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية على أهمية تضافر وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلة للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية لافتا إلى أنه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وإنشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ إصلاحات جهورية في إطار السلطة القضائية والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة وتطرق فخامته إلى تطورات الميدانية ومسار عملية السلام مؤكدا أن خيار السلام سيبقى أولوية لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة وفقا لمجاة في إعلان نقل السلطة والتعاهدات المعلنة لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني وأضاف نعني هذا السلام المشرف الذي يضمن الدولة المواطنة المتساوية وحماية الهوية وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وإنفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفساد بأشكالهما المختلفة وأوضح فخامة الرئيس أنه من أجل تعزيز موقف القوات المسلحة والأمنية شرع المجلس الرئاسي والحكومة في إجراء العديد من الإصلاحات على طريق إعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات وأكد الرئيس المجلس القيادة الرئاسي موقف المجلس والحكومة الواضح من تصعيد الميليشيات في البحر الأحمر مشددا على أن تأمين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدرتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني وذكر بالتوجيهات الرئاسية للحكومة من أجل بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة وقال بأن مجلس القيادة سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع إنشاء لجنة المناقصات وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز جهود مكافحة التهريب فضلا عن العمل على إنجاز برنامج الحكومة وإعداد مشروع موازنة عامة للدولة وإقرارها بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية كما تحدث فخامة الرئيس عن جهود التعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات من أجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين بالإضافة لترتيبات إنشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مناسبة عيد الأم بالتحية للنساء اليمنيات اللوة أثبتنا دوما أنهن صمام أمان للهوية والنسيج الاجتماعي والأكثر استحقاقا للدعم والمشاركة في صنع القرار وبناء السلام العادل الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس إلى مدخلات الرؤساء وأعضاء هئات رئاسة مجلسي أنواب والشورى والتشاور المصالحة والهيئة الاستشارية الرئاسية بشأن الأداء الرئاسي والحكومي والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للميليشيات الإنقلابية وأحثت المداخلات على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتقديم النموذج الأفضل في المحافظات المحررة والالتزام بالأطر القانونية والدستورية لتعزيز مركز الدولة وحضورها الإقليمي والدولي على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر